كنا من الساكن هدي اللي عقوب منصور من قبل ما يحصل المغرب على الاستقلال وفي عين كد هنا العقوب منصور كان مشهور بأنه معروف بالدور الصافيح والحمد لله الآن دبا تمت القضاء على آخر آخر بلا صلي هي فيها دور الصافيح من جملتهم هاد حي دور القراء وبما أن هاد المساحة صبحات بأنها موجودة فتنطلبوا بواحد الحي إداري مركب اللي تي تيهم السكان ويكون ماهو واحد الحاضقة عمومية خاصة فيما يخص تكون المنطقة الأمنية هنا موجودة وتعطالها واحد القيمة واحد البناية اللي صالحة باش تكون سريعة تدخل في هذا وبناية دي الإدارية اللي تكون مثلا دي البشاوي المنطقة السلطة باش تسهل على الماموري على السكون حصول على الوطائق ديالهم الرسمية وهاد المنطقة ده باجات في واحد موقع استراتيجي جد 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 مهم لأنه جميع وسائل النقل تتمر من حدها ووجات في منطقة استراتيجية لأنها تجمع مع بي جميع أحياء ديال قوم مصور المتارطي للأطراف دينو متبادع ولكن المنطقة ديالها زيستراتية وتنتمنى أن السيد الوالي ديال الولايات الريباط سيأخذ هذا المطلب ديال الساكينة بعض الأسيبار وتنتمنى أن توفق لهذه المنطقة وتنتمنى أن تكون من أجمل المناطق حضاريا وبيئيا أولا بسيكة فاعي جمعوي وأحد أبناء يعقوب منصور يعني تمنى أن السيد الوالي يعقوبي في إطار مشروع ديالتهيئة مدينة الريباط أن استغلال هذه المساحة الشاسعة من منطقة السابقة لدوار القرعة أنها تستغل استغلال إيجابي لمصلحة الساكينة ونتمنى أن هذه المنطقة تستغل لما هو فيه خير يعني فضاءات بيئية يعني تصاوب هنا منطقة أمنية أيضا تكون بشاوية تكون مناطق لتستغل فيها لمصلحة الساكينة الساكينة لأنها جاءت منطقة رئيسية وسط الحي وما تكونش يعني عرضة أنها الاستغلال من اللوبي ديال العقار ونتمنى أن نحن عد نتيقة كاملة في المؤسسات الرسمية لهذه البلاد وأن هذا الفضاء يعني هذه المنطقة التي لا تضيعش الآن يعني أنه تم يعني أن نهاية هذا الدور الصافح في إطار مشروع الرباط بدون مدن صافح نتمنى أن هذا الفضاء يرجع له الاعتبار دياله لأنه دوز واحد الفطرة زاهية من الساكينة دياله دورة واحد الفطرة زاهية من البناء ديال هذه المنطقة نتمنى أنها ترجع الروح فيها لا نريد أن نريد جردات جيدة ووجد ملاعب بالكورة وإدارة الأمن الوطني ونريد أن تكون جيدة بشكل أحد نسمع الأولاد والأولادنا والأولاد والإحادة لا تنسى الاشتراك في الاشتراك في القناة